خليني يمكن هسألك على مسألة الروح الكويسة جداً الموجودة وفي نفس الوقت كمدير سنه قريب وقلتك ده فيه منجيلي موجودين في الترق طبعاً فبعض الأحوال ده بيشكل مشكلة إن إحنا صحاب وقريبين قوي من بعض ولعبنا مع بعض فترة وده الوقت أنا المدير بتاع المنتخب وإنت اللعيب تتعامل معاه إزاي؟ هي مشكلة لو في عالم غير احترافي حقيقي في البروفيشنال بقى كارير في آخر إحنا الحمد لله تاني اللعيبة بقت البروفيشنال كلها كلها عارفة يعني إيه احتراف فهي كل واحد ليه دور واللعيب ليه دوره دوره إيه في الملعب دوره إيه بر الملعب فهو في الحتة دي بتبقى سهلة جداً لما تعمل مع ناس محتالية فلو حد بقى العاطفة دخلة في الموضوع وإزاي ما حابك كده بتقول إحنا كنا صحابه النهاردة بتديني تعليمات ممكن بقى فيها مشكلة لكن لا يعني طالما الناس كلها فهم الأدوار وفهم يعني معطيات كل واحد إيه خلاص بتبقى مريحة جداً ده الحمد لله موجود عند كل اللعيبة فيها عقلية احترافية كاملة زي ما دوت محمد نامين كان بيقول يعني المنظومة كلها بتسلم أعضاها فاللعيبة دي طالعة في سيستم في السيستم ده خلاص بيبقى معروف اللعي دوره إيه المدير المتخب دوره إيه مدير الفاني دوره إيه فخلاص كل واحد في الحتة بتاعته موظومة واضحة ومحكمة وفيها التزام وفيها احترام متبادل وفيها محبة بالزبط وبننجح سوا بالزبط وفي الآخر موضوع يعني وزي هكذا عارف كده بوضع في الشغل مثلا موضوع السن مش هو ده الفارق يعني هو في الآخر موكري بقى مدير أصغر من واحد معه في الفريق وهكذا فهو طالما كل واحد في الزبط طالما كل واحد عارف دوره كويس والتعامل فيه احترام وكلنا عندنا حلم واحد ورؤية واحدة فكل واحد عارف اللي احنا كلنا بنزق مع بعض بما فيهم رئيس الاتحاد بما فيهم الاتحاد كله بمجلس الإدارة بما فيهم مدير الفني بالجهاز المعاون باللعيد فكل واحد بيساعد التاني ان هو يخلص مهمته وان احنا كلنا عندنا هدف واحدة ان شاء الله ان احنا نتوق يعني استكمالنا ده كلام دكتور محمد عليك بتقول احنا ايه الليمت بتاعنا هو هي الموضوع البطولة ما بتجيش في يوم وليلة صح احنا من بعد 2001 بعدنا شوية عن الثمانية الكبار او السبع الكبار في العالم ورجعنا في 2019 كان اول مرة نبقى في اول تمانية من اول واحد 18 سنة ودي كانت اول مرة نخش الكورتر فاينل بتاع كسر العالم الحمد لله 21 برضو طلعنا من الكورتر فاينل 23 برضو كنا في الكورتر فاينل فثلاثة كسر عالم اربع عد احنا في تامن سابع سابع والمبياد كنا رابع فمثلا قابل النهائي ده خبرة جديدة على اللعبة كلها فهي بنحتاج خبرات عشان ان شاء الله في الخطوة اللي جاية نقدر بقى في المواقف ده نعديه هداه قدود شاء الله الهدف ابو حميد الهدف انت كم سنة دلوقتي يا ابو حميد 29 29 طب انا مش عارف طبعا ان احنا بنسمع بطوع الكورة يخلصوا مش عارف سنة كزا انت ناوي تلعب لحد امت تفضل في الملعب لحد امت لا يعني يا دي ملهاش مكياس ملهاش مكياس طبعا انت بتدي ووقف على رجلك وحاس ان انت هتفيد المكان اللي انت موجود فيه تمام عايز ايه بعد الملعب؟ بعد ما خلص اه بعد خلص لعب خلص ان شاء الله هتفضل الهداف وتبقى ميف وتبقى احسن والاقوى واشهر يا رب واغلى لاعب كورة يدي في العالم بعد ما هنبطل ملعب بتفكر في ايه؟ في الملعب برضو يعني ممكن تبقى حاجة جوه الملعب هتكمل جوه كورة اليد مش هتسب يعني دي احتمال كبير مش هتفتح مسلا شركة ملابس اه ما انت انا في الكرير دي بقى والله ما بغز ماشي حلو حلو الحاجات دي كلها كويسة طبعا بس انا هو دي في البكة محسن مننا بالزبط يعني انت بس انت في الكرير دي بقى لك مايك جود نحسن شو ينفع امش اعلان يعني في الكرير دي بقى لك كتير جدا فهو ده واخد كل وقت ازا كان نادي ازا كان منتخب معسكرات سفريات فانت مفيش حاجة اصلا بره تبص عليها او تشوف انت ممكن تعمل ايه حتى لو انت خرجت من دي يعني من اللعب هتبقى في الحتة دي برضو باذن الله شوف انا فخور بك وبكل الفرقة وفخور حقيقي بالالتحاد بتاعنا انا مش عايز اقول حاجة تزع على الاتحاد التانية بس دي الفاروق بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة نظام واحكام ومودة بس تاني نظام 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 كل واحد عارف بيعمل ايه بالزبط بالزبط اشتركوا في القناة